كابتن أبو العريق هل كان بإمكان عماد النحاس تفادي الهزيمة واللعبة بساخلة أفضل؟ هو حاول يعود للمباراة أما التغييرات مبكرة جداً في الديات سبعين نازل بيس إدوار بدا الكريم مصطفى طور الأداء والنتيجة كابتن هو مهد سوفي كانت نتيجة معلقة فشورت تاني أنا موجة نظر موليش طعب شكل جيد جداً صحيح وغار طريقت لعبه شورت الأول كان هو بيستنى نادي الأهلي وكان مش بيستعج ان هو يضغط من فوق لكان شورت تاني يبقى ليه حضور وابتدى يبقى ليه تطور للهجمة قدام وابتدى فيه خطورة على مرمى شلناه وشفناها وكان ممكن كازا كورة لو كانت جاد كانت ممكن تحول المباراة لسيناريو مختلف وشفنا حتى نتيجة الضغط الكتير شفنا بتدى فيه فورات كتير على الثامنة عمد سمير اشتغل بشكل أو بآخر لكن مكانش موافق فيها شفنا كمان حل الطرد رامي ربيعة لديها طبعاً تولد من ضغط نعم ومن نادرة ما تلاقي فريبا في الضغط النار الاهلي وجدت فترة من فترات لا فريين الماورين كان عنده ثقة في نفسه واللعابة مصدقة وبتحاول انها تتعادل ومش يعني رفض الهزيمة بشكل أو باخر انها مش بتعود على الهزيمة كتير وده شي جيد وانه شي يعني يحترم جداً من عمد ان حاس انهم وصل للفكرة الجامعية لللعابة ان هما يعني تعودوا على فكرة ان انت ما تخسرش نعم بتجيب ثقة وبتجيب اداء جوة الملعب بشكل جيد وكمان هو كمان عارف يوظف العب شكل جيد حتى لما عملت لويس ادوارد لما نزل يبتدى ياخد الطرف اليمين شوية كان في دماغه حاجة معانا من وراء ايما اشرف نعم